انتهت مدة تنفيذ اتفاق الرياض بفتراته الأولى والثانية بينما بقى الوضع على حاله سيطرة للمجلس الانتقالي وإقصاء للشرعية ما استجد في الأمس هو عودة التوتر بين القوات الحكومية ومسلح الانتقال المدعوم إماراتيا عقب منع قوة تابعة للجيش من دخول العاصمة المؤقتة مصادر محلية قالت لقناة بالقيس إن قوة تابعة للدفاع الساحل ترافقها قوات سعودية حاولت دخول عدن تنفيذ الاتفاق الرياض إلا أن قوات الانتقال منعتها وأجبرتها على العودة إلى محافظة أبيان وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تجنبت الاشتباك مع مسلح الانتقال وعادت باتجاه منطقة شقرة الساحلية وبحسب مصادر محلية فإن طائرات تابعة للتحالف حلقت في منطقة التوتر شرقي عدن وكانت قوات الانتقال قد عززت من مواقعها في نقطة العلم الواقعة شرقي العاصمة المؤقتة كما نفذت انتشارا عسكريا في الشوارع الرئيسة بالمدينة وخاصة في خور مكسر وكريتر ويتهم مسؤولون حكوميون المجلس الانتقالي بمحاولة التنصل من اتفاق الرياض وتثبيت الانقلاب بدعم من دولة الإمارات الواضح ان القوات السعودية المتواجدة في عدن ليس لها من مهمة سوى الاشراف على تطبيع الوضع على الارض لصالح الانتقال ومنع اي تحرك للقوات الشرعية من شأنه استعادة السيطرة على المدينة في المقابل لا زالت السلطة الشرعية تجتر خيبات المراهنة على السعودية بصمت رغم ان الاحداث المتتابعة تسير بالضد من كل الرهانات